هذه أبرز العناوين الاتحاد التونسي تقدم بشك ولد الكافة احتجاجا على الأداء التحكيمي في مبارته دي الضمالي السلطات تعتقل نجم المنتخب الوطي المغربي قبل ساعات قليلة من مواجهة المنتخب الكونغو وليد الرقرقية يساعد لإجراء تغييرات في تشكيلة المنتخب المغربي في مواجهة الكونغو الضمقراطية اليوم الرجاء الريادي يبدأ معسكر والتدريبي بالإمارات استدادا للمباريات الودية أفدت شبكة بينسبورث عن الاتحاد التونسي لكرة القدم تقدم بشك ورسمي للاتحاد الإفريقي لللعب الكافة احتجاجا على الأداء التحكيمي في مبارته أمام منتخب ماري برسم الجولة الثانية من دور مجموعات كاسيومي إفريقيانة تطال إنيرجيز 2023 وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس السبتة بالتعادل بهدف مثله لتحتل بهدى تونس المركز الثالث في المجموعة الخامسة بنقطة واحدة بينما تتصدر مالي الترتيب بأربعة نقاط وأوضح المصدر ذاته أن الجهاز الواسع لكرة القدمة التونسية احتج على التحكيم في مباراة مالية بعد حير مالهم من ركلة جزاء رغم وجود الفارة يواجه لعب المنتخب الوطني المغربي ونجم فارق كوينسبورغ رينجورج الإنزليزية عقوبة حبسية قد تصل إلى سنتين وذلك بسبب حادث خطيرة تورط فيها في بازيل الشمال فرنسا وكشفت صحيفة داسو البريطانية في مقام نشر يوم الجمعة أن أياس الشاعر وجهت له اتهامات بتهميش رأس سائق شاحنة بعد أن دخل هو وأصدقاء له في مشادة كلامية حادة مع المعنية ونفى دفاع اللعب خط الوسطة المغربية البلغ من العام الستة وعشر سنة الاتهامات الموجهة له مشددا على أن السائق الحافل الذي يدعي نيزالتي يسعى إلى كسب المال على حساب نجوم الدول المغربية وفي تفاصيل الحادثة تورد صحيفة البريطانية البارزة أن اللعب المزداد في انتروب البلجيكي دخل مع صديقين له في جدال الحاد مع سائق شاحنة الذي كان ينتظر رفقة عائلته وسيلة النقل تنقلهم من شمال فرنسا إلى بلجيكا بعد رحلة تجديف بالكايك خلال صيف سنة 2020 وقال المدعي العام في انتروب إن الشهود عيانة نقلوا أن إلياس الشعير قام بضرب السائق بحجر في رأسه وأفقده الوعي وهي الاتهامات التي ينفيها اللعب عبر محاميه جملة وتفصيلنا وطلب الادعاء العام بحبس اللعب المغربي لمدة عامين بعد اتهامه بتحطيم جمجمة سائق شاحنة بحجر وفرض غرام مالي عليه قدرها 1400 جنيه استرلينية بالإضافة إلى عقوبات خفيفة على صديقه نورا وجابر وفق ما أفدته للصحف البريطانية وذكرت أن المحكمة استماعت إلى السائق الشاحن الذي أصيب بجروح خطيرة خلال المشاجرة منها كسر شديد في الجمجمة طوله سنتيمترين وتم نقله إلى المستشفى ريمس في حالة حرجة وقال محامي إلياس الشاعر خلال الجلسة الاستماع إنه لا يوجد دليل كافي على أن اللعب المغربي هو الذي تسبب في إصابة سائق الشاحنة وقال إن لينز تي وعائلته بدأوا الشجار وكانوا يحاولون جني الأموال معنى اللعب الصاحب 12 مباراة دولية ورد محامي نيرزلتي هذا هراء نريد تعويض بقيمة 16 ألف يورو وهو ما يعادل أجر أسبوع واحد فقط للسائق لقد أكد موكلي أن يفقد حياتها وأحتج الأمر إلى عملية جراحية لإنقاذها يضيف محامي السائق وزاد لقد كان غير قادر على العمل لفترة طويلة ولا يزال يعاني من ردود فعل سلبية كل يوم بسبب تعرضه للطرب بالحجر حسب ما جاء في صحيفة داسون البريطانية يستعد المنتخب الوطني المغربي لمواجهة الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد في الجولة الثانية من دور مجموعات لبطولة كاسيوم من إفريقيا ويدرس وليد الرجراجي المدير الفني للمنتخب الوطني المغربي إجراء بعض تغييرات على التشكيل الأسود في المباراة الكونغولية وبحسب المصادر فإن وليد الرجراجي حائر بشأن الدفاع بالظاهر الأيمن يحيى عطية الله أو الإبقاء على محمد شيبي ويمثل الرجراجي إلى الدفاع بمحمد شيبي على اعتباره أنه جاهز على المستوى البدنية كما حسم الرجراجي أمر إقحم أمين عدلي منذ البداية بدلا من عبد صمد زازولي الذي لم يتعافى بشكل كامل من الإصابة فيما أيضا سيقرر وليد الرجراجي بين أمين حريط وسليم أملاح افتجح فريق نادي الرجراجي عاشية يوم أمس السبت أول حصة تدريبية في معسكر مقام حاليا بمدينة دبي الإماراتية وخد أبناء الألماني جوزيف زينباور أول حصة تدريبية يستعداد للمشاركة في الدوري التحدي الودي المقرر إقامته في الإمارات خلال فترة ما بين 26 وال29 يناير الجاري سيواجه نادي الرجاء الرياضي ناديره الزمالك المصرية يوم الجمعة 26 يناير الجاري في مصابق الودي التي تواجد كل من الأهل السعودية وهو هنانتري وتانين صينية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر